أرضى الصفة اللي كان بقى الصفة الرابعة احنا خدنا الصفة الاولى انه مطمئن الصفة التانية انه منيب الصفة التالتة انه قلب لين الصفة الرابعة انه قلب خاشع يديني جوارحك كده اصغي الي سمعك كده الله يكرمك الله يكرمك ويرضى عنك ويكرمك ويرضى عنك ركزوا معايا كده تعالوا ننصد كده ليه هتقول حاجة مولانا هقولكو قال الله قال تعالى في سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما انشي الاوان بقى يا جماعة يا حبيبنا يا أهلين ما انشي الاوان ان القلوب دي تخشع كده تخشع لذكر الله وما نزل من الحق تبقى قلوب فيها خضوع لا مش يعني خشوع خشوع يعني يا مولانا خشوع يعني خضوع طب خضوع يعني يا مولانا لك هو الامام الجنيد رحمه الله يقول الخشوع هو تذلل القلوب لعلام الغيوب انك تسلم قلبك لربنا شوف في اول سورة المؤمنون سورة المؤمنون دي حضرات الجزء التمنتاشر اول آية في الجزء التمنتاشر في القرآن قد افلح المؤمنون ايوة الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع في الصلاة سعيد بن المسيب رحمه الله معد في الجامع فلأ واحد عمال يهرش في دقنه يهرش في راسه ويعدل الغطرة بتاعته ويزبط ملبسه هو بيصلي هو بيصلي ايه ده انت مش حاس انت وقف قدام مين يا اخينا الناس بتبقى وقفة تصلي ولا كإنه وقف قدام ربنا انت مش حاس انت وقف قدام مين ألم يقني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فسعيد بن المسيب لما لقى الرجل كده بقى عمال جوارحه كلها عماله تتحرك وبيصلي فقال هذا الرجل لو خشع قلبه لخشعت جوارحه يعني ايه لو خشع القلب لمولاه لربنا لخالقه هتلاقي الجوارح كلها هدية لو خشع قلبي لله هتلاقي لساني رقيق مع حضرتك هتلاقي ببصل ببصل ساعتك نظرة فيها حب ومودة ورحمة مش نظرة لا سمح الله فيها سخرية او استهزاء او هتتبع ورات الناس هتلاقي اذني منضبطة ليه لو خشع القلب لخشعت الجوارح نرجع لنفس الاية لم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وَلَا يَكُنُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبِلُوا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُوا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَلْعَذُوا بِاللَّهِ دَهِمْ اللهم اللهم أننا نأذرك من قصوة القلب لا لا احنا عايزين خشوع القلب خشوع القلب يا حضرات انه قلنا يعني خشوع القلب يعني تذلل القلوب لعلام الغيوب القلب ده يهدى شوف في اخر سورة الاسراء في اخر سورة الاسراء الله يقول عن القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل قرآن دا حق طيب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ القرآن يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا يَنْزِلْ يَخْضَع وَيَقُولُونَ سُبْحَانَّ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا شوفوا الجمال ده الجمال الجمال والعظمة المؤمن الجميل الرقيق صاحب القلب السليم يتلو آيات الله فيخشع ويتدبر ويقشعر بدنه وقلبه يحصله خضوع ويضطرب ويتزلزل ويتزلل لربنا سبحانه وتعالى المؤمن كده وربنا علمنا هو المؤمن كده ده الأنبياء يا أخي كانوا كده أنبياء الله كانوا كده يقرأ صورة الأنبياء في الجزء الكام السبعتاشر أول صورة في الجزء السبعتاشر هي الجزء السبعتاشر بدايته أصلاً صورة الأنبياء هو صورتين اتنين باس الجزء السبعتاشر الأنبياء والحج دي نص جزء ودي نص جزء في صورة الأنبياء بقى بعد أن ذكر الله تبارك تعالى جانبا من قصص الأنبياء سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح ودودة وسليمان وسيدنا أيوب وسيدنا يونس وسيدنا زكريا جانب من أنبياء اللي القرآن تحدث عنهم وإسماعيل وإدريس وذلكفل بعد أن حدثنا الله عن قصص الأنبياء سيدنا إبراهيم ونوح وجانب من كل قصة في الآخر ربنا أقول إيه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أيوة يعملوا خير كتير قوي اثنين ويدعوننا رغبا ورهبا وبيدعوا ربنا كتير قوي رغبا ورهبا يعني إيه رغبا ورهبا يعني خوف من ربنا وطمع في كرم ربنا يرجون رحمته ويخافون عذابه ده الأنبياء كانوا كده والمؤمنين الصالحين كده يعني إيه يعني إحنا بنعبد ربنا بنخاف من ربنا ونبكي وتجي لحظات كده تلاقي عينك بتبكي خشة لليه تبارك تعالى في نفس الوقت وإنت بتخاف من ربنا طمعان في كرم ربنا إحنا ملناش غيرك إحنا نضيع لو رحنا لآخرة لقينا أن إنت زعلان مننا لا والله ما نقدر على كده ومش ده مش أنت طمعان في كرم ربنا إنت مش بس طمعان أنك تخش الجنة ده أنت طمعان أنك تخشها من غير حساب يعني أنت متخيل إن شاء الله ربنا يمن علينا بالجنة بس يا القضية مش بس نحن نخش الجنة يا رب لا توقفني ولا تنشر لي ديوان ولا تنصب لي ميزان أنا اللي عايزة يتوزن لي ولا عايزة يتفتح لي كتاب أنا عايز كده طمعان في كرمك وإنت القادر ولا يقدر على القدرة غيرك إنك تدخلنا يا رب سويا كده جماهير خير الكلام نخش الجنة بلا حساب ولا عتاب ولا عذاب شوف حضرتك لنتحاسب ولنتعاتب ولنتعذب ده طمع في كرم الله وفي نفس الوقت خايف من ربنا سبحانه وتعالى فربنا بقوله الأنبياء بقى الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات جميل ويدعوننا رغبا ورهبا عظيم ويعرفنا عن إيه رغبا ورهبا التالتة بقى وكانوا لنا خاشعين يا رب يا منع علينا بالخشوع طب جميل أو اللي هو عرفنا الخشوع يعني التذلل طب يعني يا مولانا أعمل إيه عشان أبقى خاضع كده يبقى عندي خضوع يبقى قلبي في صفة الخشوع اللي لو قلبي خشع جوارحي هتخشع واخد بالك الجوارح مرتبطة باللسان واللسان مرتبط بالقلب عشان تبقى عارف قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه تابعنا؟